عزائي وللرجال عليهن درجة قلنا بانه هنا مصداق الرجال كما في الاية السابقة مصداق الرجال هنا ماذا الذكور باي قرينة عزائي بقرينة عليهن اذا الذكور لهم درجة على ماذا على النساء سؤال ما هو المراد من الدرجة خل نفهم ما هو المراد اللغوي من درجة حتى نفهم درجة وبعد ذلك نأتي الى كلمات المفسرين اما الدرجة لغته تعالوا معنا الى المفردات الراغب الاصفهاني مولانا المفردات الراغب الاصفهاني في مادة درجة صفحة ثلاثمائة وعشرة الدرجة نحو المنزلة وللرجال عليهن درجة يعني لهم منزلة واضح الى الان ما هو المراد من الدرجة نحو من المنزل نحو من المقام نحو من الرفعة سميه ما تشعر ما في مشكلة نحو المنزلة لكن متى يقال للمنزلة الدرجة اذا كان فيه حالة من الصعود لا حالة من النزول ولكن يقال للمنزلة الدرجة اذا اعتبرت بالصعود اما اذا صار النزول بعد يسمى الدرجة او لا يسمى درجة لا يسمى ماذا يسمى درجة دون الامتداد على البسيطة كدرجة السطح عندما تريد ان تصعت السطح او السلم ويعبر بها عن المنزلة الرفيعة قال تعالى وللرجال عليهن درجة تنبيها التفت تنبيها هس اتركوا هذا هذا المورد الاول اعزائي لغة المورد الثاني اعزائي في التحقيق مولان التحقيق للعلامة المصطفى اعزائي في هذه المادة اعزائي المادة يقول مادة الدرجة هو الحركة المخصوصة ممطق الحركة ولكن نزولا ولو على البسيطة لا حركة ماذا صعودية اي مع دقة واحتياط اولا وبالتدريج شيئا فشيئا ماذا ثانيا ويلاحظ في مفهوم الدرجة الترقي هس اما ترق مكاني اما ترق ماذا ها شنو معنوية حسن مو بالضرورة عندما نقول درجة الايمان عشر درجات يعني شنو مولانا درجات مكانية له درجات معنوية اليه يصعد الكلم الطيب هذي يا صعود مولانا صعود المكاني له صعود المعنوي ولهذا قال ويلاحظ مكانا او عملا او معنا ثم يبين العزب راجعوا والدرجة والدرج مرتبة من مراتب الحركة والصعود ولهذا العلامة الالوسي اعزائي في ذيل هذه الاية المباركة المجلد الثالث صفحة 295 هذه عبارته يقول التفي جيدا يقول وفي الكشف والدرجة التي يرتقى عليها لان الصعود ليس في السهولة كالانحدار لان الصعود شنو ها سهل لو صعب مولانا صعب مولانا اما النزول ها سهل جدا ولهذا يقول لان الصعود ليس في السهولة كالانحدار والمشي على مستوى فلابد من تدرج والمدارج المواضع التي الى اخري خلي ذهنكم يم سؤال الى الان اللغويون لم يقولوا عندما نقول درجة ورفيعا هذه يا درجة مولانا درجة الامتيازات لو درجة شنو لا مسئولية كلها مسئولية ولكن درجة الواجبات ياه منه كل المفسرين وللرجال عليهن درجة يعني امتيازاته اكثر ما ادري واضحي او لا تقول على ايه شنو الدرجة يقول قال له تزوج اربع زوجات هذه مولانا واجبات اكثر لو امتيازات اكثر قال له الطلاق بيدك قال له قوامون شنو على المرأة الارث مولانا للذكر وهكذا مولانا فلم يفهموا من الدرجة الا شنو ها الا الامتيازة سؤال لماذا بالاية ما موجود ولا باللغة موجود لانه قال شنو صعود مولانا وترقي معنويا او مكانيا لماذا انتم فسرتم هذه الدرجة بمصاديق الامتياز من اين جئتم به الجواب لان النظارة يا نظارة مولانا انظروا اعزائي خلي ما ميري تعال لا سيد الطبطبائي مولانا السيد الطبطبائي في الميزان اعزائي السيد الطبطبائي في الميزان المجلد الثاني اعزائي التفتولي جئي المجلد الثاني صفحة مائتين واثنين وسبعين مولانا يقول يريد ان الاعمال التي فلان وان من هذا الفضل ما تعين لحوقه بالبعض دون البعض كفضل الرجل على المرأة في سهم الارث وفضل المرأة ابوها فلا ينبغي كذا وفضله الى اخره مولانا موارد كثيرة يشير الى الارث مولانا وتعدد الزوجات وووو الى غير ذلك هذا مورد اعزائي المورد الثاني ابن عاشور مولانا تعالوا الى ابن عاشور ابن عاشور في ذيل الاية المباركة يقول وهذه الدرجة هي شن مولانا وهي في من زيادة القوة العقلية والبدنية ووو الى غير ذلك من الاذن بتعدد الزوجة دون ان يوذر اقتذاء فلان والطلاق بيد الرجول والمراجعة والتعقل ووو الى ذلك خلق يعني كلها ما هي اعزائي ها امتيازة هذا من المورد الثاني المورد الثالث البحر المحيط اعزائي البحر المحيط في البحر المحيط المجلد الرابع صفحة مائتين وثلاثة وثلاثين اعزائي يقول اي مزية وللرجال عليهن درجة مزية وفضيلة في الحقوق لان الاية شنو صدرها عز القاعدة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني اذا لك خمسين حق على المرأة المرأة مش قلت ايها شنو خمسين يقول لا 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 اذا عدها خمسين حق عليك انت عندك مئة وخمسين حق عليك اذا هي عدها عشرة انت عندك ايش قلت وعندما مترجع الى حقوقها ماكو التفت جيدا وعندما ترجع الى حقوقها ايضا تجد تلك الحقوق ما تصب في صالح منه ها ان تحفظ ما ادري بيته وان تطيعه وان ما ادري فراشه وان لا تقرير هذه حقوقها ولكنه كل هذه صالح منه مع انه القرآن فيه يا ذني لا ما موجود لغة قلنا اللغة شو تقول تقول المنزلة ولكني اعتقد واسأذكر الشواهر اعتقد ان الاية كاملا بالحكس الاية قالت شنو ولهن مثل الذي عليهن شنو بالمعروف ولكن ايها الرجل اذا اعطيناك مسئولية القوامة او اعطيناك مسئولية الطلاق او اعطيناك مسئولية الولايات هسا خلينا في العلاقة الزوجية ها او اي امتياز هذا ليس امتيازا وانما هذه واجبات شنو اضافية يعني هي تتعامل معك بالمعروف اذا هي تعاملت بالمعروف انت لابد تتعامل معها بما فوق ال هذه الدرجة مو في الامتياز هذه الدرجة شنو وان تعفو وتصفحو يعني اذا اخلت بحقوقك انت كرجل لابد شنسوي مو انه تاخذ حقوقك مئة في المئة لا 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 اذا وجدت انها ما قامت ببعض حقوقك شو سوى لانك في مقام المسئولية فامتيازك اكثر لو لابد ان يكون عفوك والصفحك والصبرك وحلمك وتغاضيك عن حقوقك اكثر اي منهما وهذا اصل كلي في النظرية الاسلامية كلما اعطى الاسلام لاحد مسئولية امتيازاته تكثر لو واجباته تكثر ياهو منهم ااقنع من نفسي بان يقال لي هذا شنو اقرؤوه يعني شنو هذا عنوان مسئولية لو عنوان امتياز هذا احنا احنا عدنا الان من يصير امير المؤمنين شي يصير مولان امتيازاته تكثر ولكن الامام ماذا يقول ولا اشاركهم في مكاره الدهر او اكون اسوة لهم في جشوبة العيش يعني كلما زادت مسئوليتك شنو قلت امتيازاتك لو زادت امتيازاتك اهنان القرآن يريد ان يقول لنا يا رجل يا زوج يا رئيس يا وزير اذا صارت مسئولياتك اكبر انت لا بدش تصير مولانا ها وللرجال عليهن درجات درجة الامتياز لدرجة الواجبات والحقوق ايون منهما ولم اجد احد التفت الى هذه النقطة الا الطبري مولانا كل المفسرين بحسب ما راجعت اليوم صباحا مولانا فقط الطبري مولانا التفت وهذه وهذه قيمة الطبري اعزائي شوفوا الطبري ماذا يقول تفسير الطبري في الجزء الرابع اعزائي في ذيل هذه الاية المباركة في صفحة 123 التفت جيدا يقول هو ان الدرجة التي ذكرها الله جل ثناؤه في هذا الموضع ما هو الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب الذي له عليها فاذا درجة امتياز اكثر له صفح اكثر ها التنازل عن حقوقك اكثر لماذا لان كاملا منسجمة لان الاية قالت ولهن مثل الذي عليهن فاذا ما قامت هي ببعض مسؤول واجباتها وحقوقك انت مفوض جنو ان تحاسبها اليس كذلك ها تهجرها في المضاجع ما ادري الى اخره اليس كذلك يقول لا 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 لانك قوام لانك مسؤول لانك زوج لا بد ماذا تفعل ان تتنازل عن بعض الحقوقك وواقعا ايهما صعب على الانسان ان يأخذ حقوقه لو ان يتنازل عن حقوقه ولهذا درجة هي واقعا درجة يعني ان تصبر ان تحلم التفجيه اذا قالوا واغضاؤه لها عنه واداء كل الواجب لها عليه هو يؤدي كل واجباته كل مسؤولياته ولكن هي ماذا لا تؤدي وذلك ان الله جل ثناؤه قال وللرجال عليهن درجة عقيب قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فاخبر ان على الرجل من ترك ضرارها في مراجعته اياها وفي غير ذلك من امورها وحقوقها مثل الذي له عليها من ترك ضراره الى انها ثم ندب الرجال ثم قال وللرجال عليهن ماذا ها وان تصبروا وان تعفوا وان تصبحوا ولا ينالها الا ذو حظ شنو شنو عظيم كما قالت الاية المباركة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ها حميم ثم قالت الاية ولا يلقاها الا ذو حظ عظيم ولهذا هي جنو صعبة درجة سلم لا بد تصعد ملامة صعود قال ثم ندب الرجال الى الاخذ عليهن بالفضل اذا تركنا اداء بعض ما اوجب الله لهم عليهن فقال وللرجال عليهن درجة ومنه يتضح بما فضل الله بعضكم على بعض يا تفضيل هذا تفضيل الامتياز لو تفضيل الواجبات وين رايحين المفسرين والقرآن وين دا يتكلم اليس قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله هذا يا تفضيل هذا يعني لك امتيازات اكبر لو عليك واجبات اكثر بينكم وبين الله الان نظام الاسرة مالتنا عندما يصير زوج واجبات اصير اكثر لو امتيازات اكثر مولانا هي لا يحق لها ان تخرج الا كما تريد اما انت اخرج كما تريد افعل كما تريد تكلم كما تريد تعامل كما تريد اما هي ماذا بمجرد مولانا على صوتهات يقول تدرين رسول الله شنو قال انه ترفع صوته على زوجه نار جهنم اي بشر انت هماتي انا دا تفعل يوميا اضعاف ماذا تفعل ايه لا ليش حلال يقول الرجال قوامون على النساء انا اردبين لك الثقافة الحاكمة التفتوا جيدا فقال بتفضيلهم عليهن ما هو التفضيل وصفحهم لهن عن بعض الواجب لهم عليهن وهذا التفت جيدا هسا هو من ين استفاد هذا من ين استفاده استفاده من بيان ذكره ابن عباس مولان ويقين انا من الناس اللي اعتقد هذا مو ذهن ابن عباس هذا كلام هذا مستفيده ممن ها من امير المؤمنين قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ابن عباس يقول وما احب ان استنظف استنظف يعني استوفى ان استوفي جميع حقي عليها لماذا لان الله يقول وللرجال عليهن درجة الدرجة مو في الامتياز الدرجة اللا تاخذ شنو كل حقوقك حقك واقعا من تدخل بالبيت لابد ان تكون مهيئة لطيفة جميلة مهيئة كل شيء حقك هذا افترض حقك هذا اصلا مش ترط اتفي عقد النكاح بعد شنو ولكن دخلت اتتعاملوا ياها واضربوهن لو تتعاملوا ياها بالصفحي والاكرامي والاحتر اي منهما يقول وللرجال عليهن درجة هذا المعنى فهذان ها وهذا هو الذي ينسجم مع المنطق القرآني المنطق القرآني يقول كلما زادت المسئولية زاد الامتياز ام زادت الواجبات ها زادت الواجبات هذا تمام الكلام اعزائي في هذه الاية الثانية انا